نقلت بلومبرغ عن مصدر أن إيران تحاول نقل ألاف المقاتلين للمناطق الحدودية مع إسرائيل في لبنان وسوريا مصادر الوكالة الأمريكية أكدت نقل إيران بالفعل لألاف المقاتلين من العراق لسوريا خلال الشهرين الماضيين كما أن تهران تستعد أيضا لتعزيز قوة الردع عبر نقل المقاتلين إلى سوريا ولبنان وإن سوريا والعراق أصبحت قنوات رئيسية لنقل موارد حزب الله من عمان مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية الدكتور نبيل العتوم أهلا بك دكتور نبيل يعني كنا نتحدث بشكل مفصل عن ما أورد من تحليلات فيما يتعلق بكيفية اختراق حزب الله من قبل إسرائيل وخصوصا بأجهزة اتصالاته اليوم مع هكذا تحليلات إلى أي مدى خروج حزب الله ودخوله إلى سوريا وأيضا تضريب عناصر للحوثيين في اليمن وما إلى ذلك أدى إلى ما هو عليه الآن من هذا الانكشاف الكبير مساء الخير ست إن جي يعني هذا الانكشاف يعود إلى عدة عوامل كما تفضلت وجود حزب الله اللبناني في سوريا ودخوله على خط الأزمة اليمنية لكن هناك عنصر مهم وأعتقد أن هذا العنصر يعتبر عنصر حاسم في الحصول على معلومات حول حزب الله اللبناني والشخصيات وطبيعة البنية الهيكلية له والقيادات من خلال عملية الاختراق غير المسبوقة أيضا لجهاز المخابرات الإسرائيلي لأجهزة الأمن والمخابرات الإيرانية وأنت تذكري أنه في فترة من الفترات خرج علينا الرئيس السابق أحمد نجاد وقال أنه حتى مسؤول مكافحة التجسس في وزارة المخابرات الإيرانية كان يعمل لصالح الموساد الإسرائيلي وبالتالي عملية اختراق أجهزة المخابرات الإيرانية وتجنيد عملاء من الصف الأول هناك هو اللي سمح بالحصول على معلومات ممكن أن تكون إنجي أكثر حساسية وأكثر قيمة خصوصا أنه عملية التواصل ما بين قيادات حزب الله واستخبارات الحرس الثوري من ناحية ووزارات المخابرات الإيرانية هي عالية جدا وربما أكبر من عملية للتواصل مع المخابرات السورية أو غيرها من أجهزة المخابرات حتى العراقية في فترة من الفترات أيضا خرج علينا علي لارجاني والذي هو الآن مسؤول أو مستشار مرشد الثورة أيضا بتصريح مهم قال أنه عمليات الاختراق وعمليات التصفية التي تتم لقيادات من الحرس الثوري الإيراني تتم من خلال التعاون مع أجهزة مخابرات صديقة بمعنى هذه إشارة واضحة كانت إلى الجانب الروسي ربما وأيضا إلى الحكومة السورية أو أجهزة النظام السوري من أجهزة أمنية وهذا بدلل في نهاية المطاف على أن إسرائيل كانت بارعة في هذا الأمر بالإضافة إلى توظيف الذكاء الاسطناعي عمليات الاختراق الاتصالات شبكة أيضا الخوادم الاتصالات الداخلية وفي أيضا نقطة مهمة جدا أن حزب الله اللبناني لجأ إلى هيكلة مؤسساتهم من خلال ما يسمى بنظام الصحي من خلال نظام بنكي ومثل القرض الحسن وهيئات خيرية كثيرة هناك شخصيات كانت تشرف عليها هناك بنك من المعلومات حول قيادات حزب الله أيضا من خلال سواء الأجهزة المصرفية أو الأجهزة الصحية عملية اختراق الخوادم السيرفرات أيضا تجنيد عملاء من خلال ما يعرف بها الاستخبارات البشرية أو الاستخبارات الفردية هو أسهل هذه المهمة لكن في نهاية المطرف أنا أعتقد أن حجم هذا الاختراق كان رسالة واضحة إلى الجانب الإيراني وشفت أنت عندما تم استهداف حسن نصر الله ذكرت وكالة رويترز أنه تم نقل خامنئي إلى مكان آمن وهذا يعطينا مؤشر أيضا مهم جدا على أنه حتى القيادات الإيرانية بما فيهم المرشد باتت ليست بمأمن وبالتالي إيران باتت غير قادرة على الدفاع عن نفسها فبالتالي كيف تستطيع أن تدافع عن وكلاها وعن أذرحها وحلفائها الموكين عليكم اشتركوا في القناة